وخلال جولته بمدينة شرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليا لاستضافة مؤتمر المناخ وخلال الجولة تم الاستماع لشرح حول مشروع خزنات المياه الاستراتيجية الذي يتكون من ثماني خزنات بسعة ثمانين ألف متر مقعب وبتكلفة إجمالية تقدر بمائتين وثلاثين مليون جنيه لخدمة أربعين ألف نسمة بنسبة تنفيذ بلغت نحو تسعين بالمئة